وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب ويحكى ان بعض الحكماء كتب على باب بيته انه لن ينتفع بحكمتنا الا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها فمن كان كذلك فليدخل و الا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة فصل اصبر عن الشهوة اسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة فانها اما ان توجب الما وعقوبة واما ان تقطع لذة اكمل منها واما ان تضيع وقتا اضاعته حسرة وندامة واما ان تثلم عرضا توفيره انفع للعبد من ثلمه واما ان تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه واما ان تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه واما ان تصلب نعمة بقاؤها الذ واطيب من قضاء الشهوة واما ان تطرق لوضيع اليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك واما ان تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة واما ان تنسي علما ذكره الذ من نيل الشهوة واما ان تشمت عدوا وتحزن وليا واما ان تقطع الطريق على نعمة مقبلة واما ان تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول فان الاعمال تورث الصفات والاخلاق فصل للاخلاق حد متى جاوزته صارت عدوانا ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانة فللغضب حد وهو الشجاعة المحمودة والانفة من الرذائل والنقائص وهذا كماله فاذا جاوز حده تعدى صاحبه وجار وان نقص عنه جبنة ولم يأنف من الرذائل وللحسن